اشتركوا في القناة لمدة أربعة أيام وتوفر لهم كل التسهيلات لإنجاح هذه الانتخابات في إطار مواصلة مسيرتها الوطنية العريقة انطلقت عملية التصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024 في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة حيث فتحت سفاراتها أبوابها أمام الجزائريين في الخارج لبدء عملية التصويت وفي مملكة البحرين حيأت السفارة الجزائرية كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لضمان نجاح عملية التصويت في مقر السفارة في المنامة هذه الانتخابات مهمة ومفصلية لأنها ستمكن الجزائرين من اختيار رئيسهم الذي سيواصل نهج الإصلاح وتقويم الاقتصاد وغير ذلك من الأمور التي تخدم مصالح الأمة الجزائرية وقد انطلقت العملية بالبحرين اليوم في ظروف حسنة جيدا وكل الوسائل وكل المتطلبات تم توفرها من أجل السماح للمواطنين بإدلاء أصواتهم بكل حرية وبكل شفافية فنتمنى إن شاء الله النجاح الكامل لهذه الانتخابات وستكون ناجحة إن شاء الله هذا اليوم كثير مهم للجزائريين يعني يعطيك صوت يعني كأحنا جزائريين مقيمين في البحرين ونشارك بصوتنا في الانتخابات يعطينا الفرصة يعني أن نكون طارت على هاي المهمة اللي محضرتها الجزائر لنا برات الجزائر سفارة الجزائرية يعني من أحسن من أحسن الناس اللي بيساعدونها بيساعدوا المواطنين برات الجزائر يعني أي شي نحتاجه هم سريعين سريعين في أي شي نحتاجه نحس نفسنا يعني عندنا أهلنا هنا وفي نفس الشيء كمان في البحرين الأمان يعني إحنا أريدي هنا يعني حسين نفسنا مثل في بيتنا والبيت الجزائري هنا له السفارة يعتبر أهم أهم شيء عندنا في البحرين توافد الجزائريون المقيمون على أرض مملكة البحرين بشكل مستمر إلى مقر السفارة التي تفتح أبوابها لمدة أربعة أيام للمشاركة بكل مسؤولية وطنية في اختيار رئيس بلادهم القادم مؤكدين على أهمية هذا اليوم الذي يضيف صفحة مضيئة في تاريخ المسيرة الوطنية الناجحة للجمهورية الشقيقة أهمية هذا اليوم هو يوم مهم لكل الجزائريين حتى ننتخب الرئيس ليعطينا الجزائر الجديدة الجزائر الديمقراطية التي تكون مهمة لكل الجزائريين والله هذا واجب وطني على كل مواطن جزائري داخل أو خارج التراب الوطني والجزائر تستحق أن ننتخب الرئيس المناسب رجل المناسب في المكان المناسب وإن شاء الله يوفق الجميع إن شاء الله والله هو يوم مهم بالنسبة للجزائريين الانتخابات الرئاسية هذه الانتخابات مهمة لصناعة مستقبل الجزائر والجزائريين السفارة تسهل لنا جميع الخدمات والحمد لله نحو مستقبل أكثر تميزا ونجاحا يضرب الجزائريون مثالا للمسؤولية الوطنية والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل بلادهم وتحقيق آمال وتطلعات أبناء الجزائر الأشقاء من خلال هذه الانتخابات بحس وطني عال ومسؤولية كبيرة توافد الجزائريون المقيمون على أرض مملكة البحرين إلى مقر سفارتهم في مملكة البحرين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بكل فاعلية في الانتخابات الرئاسية 2024 يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر